ويكون معانا الليل ان شاء الله تعالى اخواننا المشايخ في كلمات مختصرة ونافعة ان شاء الله تعالى حول هذا الموضوع محورنا الاول مع اخونا شيخ محي الدين يدور في قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وما يتعلق بها من احكام فليتفضل مجزيا مشكورا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الامين وعلى آله واصحابه ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد الاخوة الاكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله كما تفضل الشيخ حفظه الله ويزاه الله خيرا الكلام حيكون بشيء من الاختصار نقول روى الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة لا يخفى عليكم ان من اشرف العبادات التي يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى طلبوا العلم ويكفي هذه العبادة شرفا ان الله تبارك وتعالى اثنى على اهلها في القرآن الكريم وذكر ما اعده لهم من الاجر والثوابع العظيم يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ولاحظ ان الله تعالى حصر الخشية في هذه الآية في العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء لانهم هم اهل الخشية وقال تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وقال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة والملائكة واللو العلم قائما بالقصد وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وغيرها من النصوص التي تدلك على اهمية طلب العلم وهنا في هذا الحديث العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما وهذه جملة شرطية كل من سلك طريقا يلتمس فيه علما وقد قال علماؤنا عليهم رحمة الله إن الطريق نوعان طريق حسي وطريق معنوي الطريق الحسي إن الإنسان يمشي لطلب العلم ويرحل لطلب العلم كما رحل جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لطلب حديث واحد من المدينة إلى مصر ويمشي الإنسان للدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب النافعة هذا يغواننا الطريق الحسي لطلب العلم والطريق المعنوي كأن يدرس الإنسان ويراجع في كتب أهل العلم ويدوّن العلم ويستمع لأشرطة العلماء وما أشبه ذلك فكلاهما داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما يعني بفتش فيه العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة وده من شرف العلم إنه بيوصلك للجنة والعلم كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويانه والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني دهو العلم يا أخوانا معرفة الهدى بدليله هذا هو العلم النافع الذي ينفع صاحبه يوم القيامة فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة دمسأل أخوانا والكلام حول هذا الباب يطول وقد صنف العلماء كما تعلمون في ذلك مصنفات ككتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر المالك رحمه الله الأمر التاني أخوانا ينبغي على الطالب بعد أن يلتمس العلم بتوفيق من الله تبارك وتعالى يطبق هذا العلم في نفسه أولا أول حاجة يطبق العلم في نفسه ولا يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهى الناس عن المنكر ويأتيه والعياذ بالله وقد قال الله تعالى على لسان نبيه شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن يعني ما دائر أمركم بأمر وأنا ما أأتمر به وأنهاكم عن شيء وأنا لا أنتهي إنما أنا أول من يأتمر وأول من ينتهي دا يا أخوان منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يغفى عليكم حديث صحيح الذي من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولا من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم قال ورجل آتاه الله تعالى علما وفي رواية قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى فأتي به يوم القيامة فيسأله الله تبارك وتعالى وهو أعلم ما فعلت يا عبدي أي في هذا العلم وفي هذا القرآن الذي أعطاكه الله تبارك وتعالى فيقول كنت أقوم به آناء الليل والنهار فيقال له كذبتا وفي رواية يقول الله تعالى له كذبتا وتقول الملائكة وتقول الملائكة كذبتا تصديقا لقول الله تبارك وتعالى إنما فعلت ذلك ليقال فلان قارئ وقد قيل فيؤمر به فيسحب فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله ولا يخفى عليكم كذلك الحديث الذي في الصحيحين من رواية أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه يعني الأمعاء بتاعته تندلق في النار والعياذ بالله فيدور عليها كما يدور الحمار برحاه زي الحمار لما يدور بالرحة أو الرحاية زي ما يقول أهلنا فيجتمع إليه أهل النار ويقولون يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يعني لي أنت الآن في النار وإنت في الدنيا كنت بتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه فالمسألة ما هينا يا أخوانا مسألة عظيمة لابد الإنسان يطبق العلم في نفسه أولا وفي ذلك يقول القائل يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي استقام من الضنى ومن الضنى تمسي وأنت عليل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما وعظت ويغتدى بالقول منك وينفع التعليم فالإنسان لابد يطبق العلم في نفسه المسألة الثالثة يبلغ العلم لغيره وكما قال القائل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت يبلغ العلم اللي تعلم أطبق في نفسه يبلغ لغيره فيكون بذلك قد جمع الخير كله والأمور دي كلها يا أخوان عند معينات بعد الإخلاص وتوفيق الله تبارك وتعالى من هذه المعينات ما تفضل الشيخ حفظه الله بذكره ألا وهو المنافسة ذي عبادة بل مناسبة قد يقول في ناس أول مرة يسمعوا إنه في عبادة يسمع المنافسة ذي عبادة عظيمة جدا قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة في صورة المطففين قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لأنه يا أخوان المنافسة بتخلي الإنسان يكون عنده همة في الطلب إذا شفت أخوك حفظ جزء من القرآن تنافس تحفظ أنت أكثر تحفظ أكثر منه كويس إذا لقيتم متهد في العبادات وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تنافس برضو ولحظوا إن المنافسة لا تعني الحسد شمع الأمور تختلط علينا المنافسة لا تعني الحسد لذلك جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه وفي رواية فصلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله تعالى الحكم فهو يقضي بها ويعلمها قال الشيخ من عثيمين رحمه الله لا حسد أي لا غبطة دماء المرادة الحسد الذي هو من كبائر الذنوب إن الإنسان يكره النعمة عند الغير ده الحسد يا أخوانا بعض الناس بيقولوا الحسد تمني زوال النعمة من الغير لكن ابن تيمية رحمه الله قال الحسد مجرد كراهية النعمة عند الغير حتى لو ما تمنى الحاسد زوال هذه النعمة وده من فقه وقوة نظره رحمه الله ده ما المراد به هنا يا أخوانا في هذا العديد إنما المراد الغبطة والغبطة إنك تتمنى ما عند غيرك لكن ما تتمنى زوال هذه النعمة وما تحسد عليها يا أخوانا ممكن يدخل معانا في هذا الباب في باب المنافسة لقيت أخوك عند علم نعم تتمنى وتنافس كويس؟ من غير ما تحسد ومن غير ما تقلل من شأنه من غير ما تغلل من شأن أخيك وهذا أمر يعين الطالب في الطلب وفي التعلم وفي التعليم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم يتنافسون في الخير كما قال عمر رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيح أنه كان يحب أن ينافس الصديق رضي الله تعالى عنه فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الصدق وجاء عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر ديها المنافسة اليوم أسبق أبا بكر فجاء بنصف ماله فجاء الصديق بماله كله جاء بقروش كله لأنه هو وقر الصديق ما بتلاحق أخوان وعمر رضي الله تعالى عنه عارف هذه المعلومة وعارف أفضلية الصديق عليه بالرغم من ذلك قال اليوم أسبق منو قال أسبق أبا بكر انتبهتوا يا أخواننا الشغل دي ماها رتب والكلام دا دائما أنا قاعد أقوله الموضوع ما موضوع بتاع رتب إنه في فريق أول وفريق ولواء وعميد لا 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 الموضوع موضوع بتاع علم وتنافس والرفع في ذلك بعد الإخلاص لله تبارك وتعالى وأنا دائما يا أخواننا أعجب كل العجب من الناس الواحد تلقاه سنين في الدعوة كذا غالين سخي شوية يا شيخ لو سمحت كويس الواحد تلقاه سنوات طويلة في هذه الدعوة وما زال يبرك وما زال يجلس على الركب لسه قاعد تحدي أنا ما عارفه هيقعد فوق متين تلقاه لسه ولسه تيريلا تعرفوا التيريلا التيريلا دي في العربات الكبيرة بتكون معلقة في الرأس كما الرأس يتحرك التيريلا ما بتتحرك شوف زول الدار يبقى تيريلا دا عمره كله حيكون تيريلا بالمناسب لأنه دائر كذا يا أخواننا ما ممكن الزول يمشي لجدام يطور نفسه قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك لا ترعى مع الهمل أرفع نفسك فوق يا زول عشر سنوات تلقاه سلفي ليه وما الليلة لسه لا قادر يعمل نصيحة لا قادر يخطب لجمعة ليه وما الليلة دا شنو دا يا أخي تا لو كنت طلبة المفروض دا ستكون بجد معلم والله العظيم في الطين ساي عشر سنوات المفروض تكون بجد معلم يقول لك لا لا يا أخ المشايخ قاعدين المشايخ قاعدين وطيب إنت ما تشتغل يعني أنا أسي باقي لك في السودان دا لو قلنا المشايخ قاعدين الشيخ الفوزان حفظه الله والشيخ الربيع والعلمة قاعدين وسكتنا كلنا وقاعدنا مع إنه نحن ما نسوى في مقام هؤلاء الأعلام الشيء لكن لو قلنا المشايخ قاعدين وسكتنا باقي لك كان البلد دي اللي حيحصل فيها شنو هو الآن بعد الدعوة اتشغال بفضل الله تبارك وتعالى والاجتهاد من أخواننا جزاهم الله خيرا ولسه أنتوا شايفين البلد الحاصل فيها لسه الشريك ماشي ولسه البدع ماشي فلو قلنا المشايخ قاعدين ونحن ذاتنا قاعدنا كان حتبقى الشغلة كيف يا أخواننا الإنسان ينافس وما يرضى لنفسه بالذل وما يرضى لنفسه إنه يكون دائما يعني في الوراء ولا يعني ذلك انتقاص من سبقك في الفضل والعلم أصدر ده ما معناه كذا ما معناه تنتقص من حق الناس لقدامك لا ما تنتقصه تعشق كذا وتمشي عليهم وتفوتهم ذاته بفضل من الله تبارك وتعالى لو في واحد عامل فيها فريق أول تبقى أنت مشير ولا في مانع في ذو القفل شغل دي وشغل المفتاح في جيبه ما فيه والحمد لله فالموضوع الحمد لله فاتح وهذا فضل من الله تبارك وتعالى لكن لا يتحقق إلا بالمثابرة والتعب والاجتهاد ومن قبل ذلك الاستعانة بالله تبارك وتعالى أنا أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا صل الله وسلم على نبينا عم